كانت وسط ظل مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية والدعم لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي تعمد قوة الاحتلال الإسرائيلي في حصار القطاع واستهدف البنى التحتية المدنية والمستشفيات ما أسفر عن نقص حدم في المواد الغذائية والوقود معبر رفاخ والذي يمثل المنفذ الرئيسي لسكان غزة على العالم الخارجي تتعمد قوة الاحتلال إعاقة دخول المساعدات من خلاله عبر إجراءات وشروط معيقة ومبررة وهي مصر بدورها جددت التأكيد على أن معبر رفاخ مفتوح ولم يتم إغلاق منذ بداية الأزمة لافتة إلى أن من يعيق دخول المساعدات إلى القطاع هو الجانب الإسرائيلي مستنكرة كل الادعاءات التي يتم الترويج لها بخلاف ذلك وشددت مصر كذلك على عدم قبولها للمزايدة على مواقفها الدعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأوضحت أن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدوليين الذين قاموا بزيارة المعبر أكدوا جميعاً أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدم وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة مصر حرصت منذ بداية الأزمة على تقديم المساعدة والإغاثة إلى أهل قطاع غزة وأطلق التخالف الوطني عدة قوافل تحمل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية وفي سياق ضيصلة أعلن الهلال الأحمر المصري أن مصر تصدر قائمة الدول في حجم المساعدات الإنسانية العاجلة المرسلة إلى غزة مبينا أن مصر قدمت 6944.29 طن من مواد غذائية وأدوية ومستلزمة طبية ومياه وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى